سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة الرابعة المبعوثين عملوا حاجات عجيبة ومعجزات إضافية وكثير من الناس اللي شافوا يمبهروا وتعجبوا منا والمبعوثين اللي 12 ديل كانوا متحدين وبيجتمعوا مع بعض في عريشة سليمان الموجودة في ساحة بيط الله لكن باقي المؤمنين كانوا بيتحاشوا الإختلاط بيهم علنا لكن مع كده الناس كانوا بيحترموهم جدا وبالإضافة للاحترام ده في كتيرين من الرجال والنساء آمنوا برسالة المسيح مختار الله وبالطريقة دي عدد المؤمنين زاد والدعوة انتشرت أكتر وحصلت معجزات كتيرة وبفضل المعجزات الحصلت دي الناس كانوا بيفرشوا حصير أو لحافات في الشوارع ويخدوا عليها المرضى عشان بطرس اللي كان واحد من أبرز المبعوثين في الرشاد وعمل المعجزات لما يمر أقل شي يمكن ضلوا يقع عليهم يشفوا وكتير من الناس المناطق والقرى المجاورة للغس كانوا بيجيبوا المرضى اللي عندهم مسي شيطاني والمرضى ديل كانوا بيشفوا كلهم وبسبب الموضوع ده اتملق له برئيس الأحبار وقلوب جماعة حزبه قال له هم الصدوقيين اتملق بالغضب والحسد وقبضوا على المبعوثين اللي اتناشر ودخلوهم السجن العمون لكن الله رسل ليهم ملك بالليل والملك ده فتح أبواب السجن فتح الأبواب وطلع منه المبعوثين من دوم الحراسي حسوا بأي شي وقال ليهم يلا قوموا بشوف اللي بيطلق وبلغوا من أكبر رسالة اللي ستنجبها نفوته أحايا جماعة المبعوثين اتبعوا كلام الملك وفعلا قاموا مشوا ليساحب بيط الله في الفجر وبدوا يبلغوا الناس بالدعوة ويعلموهم ورئيس الأحبار جماعته جاءوا وداعوا كل مجلس شيوخ اليهود وقرروا فيه إنهم يجيبوا المبعوثين من السجن قدامهم عشان يواجهوهم وقاموا فعلا رسلوا الحراس لكن الحراس لما مشوا ما لقوا المبعوثين في السجن ورجوا للاجتماع مستغربين وكلموا المجتمعين وقالوا ليهم في الحقيقة يا جادتنا في حاجة غريبة جدا حصلت نحن مشينا وليقينا بواب السجن مقفولة مقفولة كويس جدا والحراس واقفين قداما لكن لما انفتحنا الأبواب دي ما لقينا المسجونين دي ما لقينا المسجونين جواد السجن ورؤساء الأحبار وقائد حرس بيت الله لما سمعوا الكلام ده استغربوا جدا وتحيروا خالص وبعد شوية جواحد داخل وقال للمجتمعين يا جماعة هوي يا ناس هوي الناس ادخلتوا بالسجن دي هم السواقفين في ساحة بيت الله وبيوعظوا في الناس وبعلموا فيهم اها قائد حرس بيت الله وعساكرو بعد ما سمعوا الكلام ده غضوا جدا وقاموا مشوا البيت الله وقبضوا المبعوثين وجابوهم لكن عملوهم بيلين ومستعملوا معهم العنف لأنهم خافوا انو الناس المتابعين الوعظ ارجموهم لو جروا المبعوثين بالقوة وقفوهم جدام المجلس كله ورئيس الأحبار اللي هو رئيس المجلس واجها المبعوثين بغضب وقال لهم هاي هاي يا دجالين انتو نحن مش حذرناكم تحذير شديد جدا وامرناكم انكم ما تجيبوا يسمعيسة وتنشر ودعوتوا بين الناس انتو ليه خالفتوا الاوامر وما عملتوا بالتحذير اللي قلناه ليكم انتو واضح انكم بيسرار اجهلتوا كلامنا وتحذيرنا ليكم وملأتوا القدس بوعظكم وتعليمكم واكتر من كده كمان عايزين تحملون المسؤولية وبيتقولوا اننا احنا اللي كتلنا الراجل اللي اسمه عيسى ده يا سيادة الرئيس المجلس نحن بالتأكيد لازم نطيع الله قبل ما نطيع الناس انتو فعلا صلبتوا سيدنا عيسى وكتلتوه لكن الله الهنا اكرم وبعثوا من الموت وعلشانه ووضعوا على يمينه وجعلوا مختاره الحاكم الحينجي كل اللي بيتبعوهم العذاب وبواسطه الله حيدي الفرصة لبني اسرائيل عشان يتوبوا ويغفر ليهم ذنوبهم هاي ونحن بنشهد على كده والله بيسبت شهادتنا المؤيدة بالسر الالهي اللي أداه الله لعباد المتقين هيا جماعة أعضاء المجلس المجتمعين لما سمعوا كلام المبعوثين ده قضوا منهم شديد لدرجة إنهم كانوا عايزين يقتلوهم لكن كان في واحد من حزب الفرسيين المتشددين اسمه غاملائيل وكان معلم للتوراد وكانت ليه مكانة واحترام بين الناس أهل راجل ده يا جماعة وقف قدام المجتمعين وقال ليهم كده يا جماعة طلعوا الناس ده البرة شوية خلونا أقول لكم كلام طيب يا جماعة يا جماعة أسمعوني أرجوكم أسمعوني كويس يا جماعة أسمعوني 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 وما تنفذل في عقولكم ده وتقتل الجماعة ديل لأنه في فترة ماضية لو أنتم تذكرين كويس ظهر توداس ودعى بأنه راجل عظيم واتبعوه 400 راجل لكن توداس ده كان مصيره الموت وبعد موته جماعته تشتتوا وأمرهم انتهى وبعد ذلك ظهر يهوزة يهوزة جليلة في يام التعداد السكاني وجمع حوله مجموعة من المتمردين على الرومان وكان ليه أدباع لكن برضو كان مصيره الموت وجماعته تفرقه كمان المهم المهم في رأي هو إنكم تخلوا الجماعة دل في حالهم وتخلوهم يقولوا اللي عايزين يقولوا لأنه إذا كان كلامهم وأعمالهم هي مجرد تصرفات بشر طايشة في النهاية أكيد ما حيكون عندها تأثير ولا غيمة وكلامهم حيشير له هواس هاكد لكن إذا كانت أعمالهم من عند الله بالتأكيد أنتم ما حتقدروا توقفوهم لأنكم ببساطة ما حتقدروا تحربوا الله أها ورجال المجلس المجتمعين يا جماعة فعلا أخذوا بنصيحة بغا ملائل لكن مع ذلك جابوا المبعوثين وأمروا الحراس بجلدهم وفعلا جلدوهم وحذروهم إنهم ما يجيبوا سيرة عيسى أو يبلغوا الناس ويوعظوهم بتعاليمه بعد ذلك فكوهم والمبعوثين مع إنهم انجلدوا لكن طلعوا فرحانين لأنه الله قدر ليهم إنهم يتحملوا الإهانة من أجل سيدنا عيسى وفي سبيل دعوته شفتوا؟ واستمروا في نشر الرسالة بحماس كل يوم في ساحة بيت الله ومن بيت لي بيت وكانوا بيعلم للناس إنه المسيح إيسى عليه السلام هو الحاكم الإلهي المنجه أهو لما عدت أتبع سيدنا عيسى عليه السلام زاد بن إسرائيل اللي كانوا متبنيين الثقافة واللغة اليونانية اشتكوا بأنه بن إسرائيل المقيمين أصلا في يهوزة ما كانوا بيوزعوا الإعانات الغذائية اليومية على أرامل الميتين منهم عشان كده المبعوثين الاثناشر دعوا كل جماعة المؤمنين وقالوا ليهم يا جماعة إحنا ما ممكن نهمل كلام الله سبحانه وتعالى عشان نوزع الطعام لكن أسلم شيء هو إنكم تختاروا ليكم سبع رجال تكون سمعتهم كويسة ويكون عندهم الحكمة ومليانين بالسير الإلهي عشان نقوموا بالمهمة دي أما إحنا هنداوم على الصلاة ونشر الرسالة وإرشاد المؤمنين والجماعة كلهم ارتاحوا للرأي له وقام اختاروا أصطفان وهو رجل تقي ومليان بالسير الإلهي وكمان اختاروا معاه فليب وبركور ونيسان وتيمون وبرمان ونقول الأنطاكي الانتسب لليهود وتبع عاداتهم وبعد ذاك آمن بالمسيح يا سلام والمؤمنين بعد مختاروا الجماعة السبعة ديل اللي كانت كل أسماءهم يونانية جابوهم جدام المبعوثين والمبعوثين خدتوا يدينهم عليهم ودعوا ليهم بالتوفير من الله والدعوة للإيمان بالمسيح بيجد تنتشر أكثر وعدد المؤمنين في القدس بدأ يزيد ويكبر لدرجة أنه في عدد كبير من الأحبار بريض آمن بالمسيح واصطفان اللي هو أول واحد من السبعة المختارين لتوزيع الإعانات الغذائية كان راجل أداه الله سبحانه وتعالى من فضله وقوة الكثير عشان كده كان بيعمل عجائب وآيات عظيمة بين الناس لكن في جماعة متعبدين من بن إسرائيل كانوا بيذكروا في منطقة القيروان القديمة والإسكندرية وكاليكية وإيسيا وهم الجماعة اللي اتحرروا من العبودية كانوا بيعارضوا ويجادلوا لكن ما كانوا بيقدروا يغلبوه لأن الله كان مؤيد بالحكمة بواسطة السر الإلهي عشان كده حردوا عليه بعض الناس والناس ديال كانوا بيقولوا نحن سمعنا الراجل ده بيقول كلام كفر بالله وبشريعة سيدنا موسى عليه السلام أيوة ده راجل دجال عايز ضلي الناس بس أها وبناء على السلام ده الجماعة دي لعبوا الناس والشيوح والفقهاء ضده وقبردوا عليه وجابوه للتحقيق جدام المجلس الأعلى لا بعدين ما في حاجة بعدين للمرة الجاية إن شاء الله لا ما بنيا يا خلص صفيه يا صريح تعباني يا أخوان شوفوا يا خلص صفيه قصتك بيزيبتحي ونحسنا لما ما بنيتحس بيها ما لك من المجلس الأعلى شكرا يزيلا المرة الجاية إن شاء الله تحيا زروب إغراج تمادر سيجدين ترجمة نانسي قنقر